قبل موريك نسمع الأول كلمة الأستاذ محمد كامل لأنه محمد كامل عريس الفرح لأنه فعلا لو أنتوا تتذكروا مش بس قدرات هذا الرجل التسويقية ولا دوره الكبير جدا الحقيقة في تفجير آليات حديثة للاستثمار الرياضة في مصر إزاي فعلا الكل حتى المختلفين معاه أنا أقول لك على حاجة أكتر حد كان مختلف مع محمد كامل في اتحاد الكرة المجلس اللي فات المهندس أحمد مجاهد ومجاهد كان على خلاف كبير مع محمد كامل وهو بيدير شركة بريزنتيش كنت عارف تفاصيل كتيرة بينهم وإذا بأحمد مجاهد من 3-4 أيام كاتب بوست أنه أي حد يختلف مع محمد كامل لا يختلف أبدا على دوره المؤثر جدا في صناعة كرة القدم باستثماراتها الحديثة وأنه حيذكر له التاريخ بشكل كبير أنه كان له دور فاعل جدا في تطوير منظومة الكرة المصرية اقتصاديا عشان كده لما تفتكر توقيع عقد رعاية النادي الأهلي إزاي هو كان ممتن بخبراته التسويقية اللي أنت تعلمها بقيمة النادي الأهلي وحجم النادي الأهلي في اللقطة بتاعت توقيع هذا العقد وقتها وعنده كل السعادة لقيمة النادي الأهلي والحجم التعامل اللي حصل مع النادي الأهلي وقال ساعتها أنه كواحد مسوق شاطر لو ما عملش حاجة بعد هذا الديل يكفيه هو أنا بقول الديل ده أفرز الديل ده نفس الإيمان بقدرات الأهلي هو دخل من بره عارف قوة الأهلي طب هو لعب الأهلي أو لعب معاه شاف حقائق أخرى تخليه وهو يراهن على نجاح تاني يراهن على نجاح أكثر لشركة وطنية أخرى أكثر حداثة وغموط الخط والمعمولة دي ما لهاش سابقة يعني فكرة الوحدة الاقتصادية أنك تروح هنا وتروح هنا وتروح هنا وأولا خلي بالك من نقطة مهمة جدا أنت بتحقق لي إرادات وبتوفر علي مصرفات يعني الناس اللي عملت حسابها يقول لك إيه 60 مليون ولا 55 مليون لا حساب للي وفرته عليها زيه إن لم يزد يعني لا قول زيه لا موسيقى